موسيقى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم وأهلا بكم في آخر طبع نستضيف في هذه الحلقة العميد المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي دكتور أمين حتيت للحديث عن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له بريطانيا بالأمس وتداعياته على مستوى مكافحة الإرهاب وعن التطورات السورية والعراقية ميدانيا وسياسيا دكتور أهلا بك أهلا بكم طبعا سنبدأ من الهجوم الإرهابي الذي حصل بالأمس أمام مجلس العموم البريطاني وأوذى بحياة خمسة أشخاص ما التأثير برأيك لهذا الهجوم على تحديدا أوروبا وبريطانيا بسم الله الرحمن الرحيم بداية التحية لك والمشاهدين الكرام من مشرقنا إلى مغربنا والتحية للأبطال الذين يقاومون هذا الأدوان الإرهابي في المنطقة والذي يتمدد الآن إلى أوروبا وكان هذا أمر منطقي ونبدأ من حيث أمر منطقي لماذا قبل أن نبدأ؟ نعم أمر منطقي لأن الإرهاب دائما يوصف بأنه كائن غير عاقل لا يتقيد بحدود ولا يتقيد بقيود فإذا نشأ يفلت عن السيطرة إلا أن يسحق فهذا هو منطق الإرهاب الإرهاب يخلق يختلق ينشأ ويظن من أنشأه أنه باق في سيطرة عليه يعني وكانك تحمل وزر الدول الأوروبية ما يحصل الآن في أوروبا وكانك حملها المسؤولية بكل تأكيد الإرهاب الذي تتعرض له الكرة الأرضية ليست أوروبا فقط كانت فكرته الأولى فكرة مزاوجة بين فكر تكفيري في الشرق الأوسط وتخطيط من السي اي اي وهذا معترف به وأول صيغة للإرهاب في المنطقة نشأت على يد إسرائيلية وعصابات الهجاءنا هي أول من مارست الإرهاب وجذور الإرهاب في منطقتنا في العصر الحديث تعود إلى الفكر السهيوني وبرعاية غربية من أجل اقتصاب فلسطين وعندما نجح هذا الإرهاب في فعلته الأولى أصبح ورقة احتياطية يرجع إليها في كل مرة تعجز فيها الجيوش التقليدية عن تحقيق أغراضها والمرة الثانية الاستثمار الرئيس الثاني الذي اعتمد على الإرهاب فيه كان إنشاءا بإشراف سي اي اي ومعترف به إنشاء القاعدة في أفغانستان فعندما جاءت أمريكا إلى العراق باحتلالها في العام 2003 وبعمل مشترك بين الأمريكي والبريطاني استجلبت القاعدة وأنشأت لها فرعان في العراق وكانت الدولة الإسلامية في العراق أولا وهذه الدولة الإسلامية أو سميت زورا بالدولة الإسلامية في العراق كانت مهمتها التكامل مع العمل الذي قام به الجيش الأمريكي من احتلال وأدى ذلك إلى تدمير ونشر بذور التفرقة والتشضي ففي العراق ونشر المذهبية يعلم الجميع أنه قبل العام 2003 النزعة المذهبية في الشارع العراقي لم تكن معروفة هذا الجنين الذي أصبح غولا في العراق نقل إلى سوريا وأصبح داعش وبالموازات كانت قد سبقته جبهة النصرة وكلها إرهاب بعناية من الولايات المتحدة الأمريكية وتشجيع من بريطانيا اليوم بدأ بعد تكشف الحقائق وفشل الإرهاب في تحقيق أغراضه في سوريا والعراق وتمكن الدولتين السورية والعراقية من احتواء آثار هذا العدوان بدأ هناك تحول في الشارع الأوروبي ضد الإرهابيين وحتى لا يكتمل هذا التحول ذهب الإرهاب حتى يضغط فكما كان الإرهاب قد توجه ضربته في فرنسا ووجه ضربته في بلجيكا اليوم ينتقل إلى بريطانيا وأكل حال قبله ضربه بأقل من ساعات أقل من 24 ساعة أردوغان الذي يعرف جيدا بأنه من استثمر الإرهاب في سوريا ومن شجع ومن أعطى كل الدعم لي داعش قال بكل وضوح قال بكل وضوح يعني مش المسألة بدأ تفسير وبدأ استراتيجيين قالوا للأوروبيين انقلاب غدركم أحكي عنهم أنوا أنتم غدرتوا فينا بسوريا لأن الأوروبيين استفاقوا أو بدأوا يستفيقوا وينصروا الحق السوري ضد الإرهاب قالوا غدرتوا ثم قال لهم أكثر من ذلك ستجدون أنكم لا تستطيعوا أن تتجولوا في شوارعكم آمنين فأول شيء أردوغان الذي يوصف والذي هو قائد إرهابي كبير يستثمر بالإرهاب في سوريا والعراق عاب على الأوروبيين استفاقتهم الجزئية أولا ثم هددهم بأنهم لأنهم استفاقوا سيجدون أنفسهم لا يستطيعون أن يتجولوا في شوارعهم آمنين وجاءت هذه الضربة من داعش التي تبنتها داعش أو التي أوحي بأن داعش وراءها في ظل كل هذا الكلام تصرحات أردوغان وأيضا تحول وجهة الإرهاب من المنطقة إلى أوروبا يعني الإرهاب لا يزال في المنطقة ولكن أيضا كما ذكرت بأنه الإرهاب يتفلت من عقابه دائما نعرف سينتقل الإرهاب السؤال هذه النقطة لماذا الإرهاب يتفلت من السيطرة السبب الرئيسي أنه يزرع في ذهنه أصلا عدم التقييد بالحدود والقيود لا شرعية ولا أخلاقية ولا دينية ولا شيء هو ينشأ حتى يقدر يمارس أعماله الإرهابية ينشأ على فكرة اجتياز الحدود وعدم التقييد بالقيود لذلك بروحوا ما بيعمل عنده سيطرة طيب هل سينتقل في ظل هذه الأمور والظروف بشكل واضح إلى أوروبا أم سيبقى ضمن ضربات محدودة كما نشهدنا أنا أعتقد أن الإرهاب في كل مرة أو مع كل مرحلة يضغط عليه في منطقة الشرق الأوسط من غير اجتثاف سيجد متنفسا له في أوروبا حتى يقول أنه لازال موجودا وليضغط على الأوروبيين ليحتضنوه أكثر الإرهاب لا يمكن أن تحتويه إلا باجتثاثه عندما تتخلص من الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ترتاح أوروبا من مخاطره طالما أن هناك بؤر إرهابية ومناطق تحت سيطرة الأهرب في الشرق الأوسط فعندما تضغط عليها هنا تنفجر هناك طيب دكتور هل تتوقع تكرار هذه الهجمات بعد تكرار هذه الهجمات في عدة دول أوروبية هل يكون هناك تعاون حقيقي بين هذه الدول الأوروبية على شكل مثلا اتحاد ربما بين هذه الدول لمواجهة الإرهاب أوروبا أمام خيارين خيار الاستمرار في سلوكها في الماضي في الاستثمار بالإرهاب وهذا الاستثمار استدم بعقبة القرار السوري العراقي المحتضى إقليميا ودوليا لمنع الإرهاب من تحقيق أغراضه فإذا استمرت أوروبا في هذا المسار فعليها أن تنتظر في كل دولها وحجم الخطر يتناسب مع حجم الدور للدولة في رعاية الإرهاب فإذا استمرت في هذا المسار فعليها أن تنتظر أما إذا انقلبت على تاريخها بين قوسين واتجهت بجدية وفعالية لمحاربة الإرهاب والمحاربة هنا تتجه إلى التعاون مع حكومتين دولتين في سوريا وفي العراق حيث المواقع الرئيسية للإرهاب أعتقد أن محاربة الإرهاب أوروبيا لا تكون بحاجز أو بمنظومة أمدية في الداخل الأوروبي منطق الأمن الفردي والأمن الوطني المستقل سقط دوليا اليوم لدينا منطقين المنطق الضيق هو المنطق الإقليمي هذا الضيق المنطق الإقليمي الأمن الإقليمي والمنطق الواسع الدائم هو المنطق الأمن الدولي أوروبا تستطيع أن تدخل من البابين تستطيع أن تبني منظومة الأمن الإقليمي الضيق وهذا في منظومة منصقة في الداخل الأوروبي وتستطيع أن تفعل ذلك لكن هذا لا يكفي عليها أن تنخرط في منظومة أمن إقليمي تجمع منظومتها الإقليمية الأوروبية مع المنظومة الإقليمية الشرق أوسطية حيث مصادر الإرهابيين اليوم وعند ذلك بهذا الشبك وبهذا التزاوج بين المنظومتين يرسى منظومة أمن دولي تستطيع عند ذلك أوروبا أن تتحرك آمنة وفي إرساء هذه المنظومة ينبغي أن تفرز أوروبا الأشخاص والدول والتنظيمات والكيانات من كان نصيرا للإرهاب مستثمرا به ينبغي أن يعزل طيب دكتور بريطانيا كانت الأقل بين الدول الأوروبية التي تشارك في مواجهة ومحاربة الإرهاب في المنطقة هناك دول كان لها دور فعال أكثر حتى ضمن التحالف الذي تقود الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا ربما كانت لها الدور الأقل فعالية في هذا الأمر لماذا دور بريطانيا كان دورا ضعيفا هذه النقطة وهل ستغير هذه الأحداث التي تشهدها أوروبا وهذه الهجمات التي شهدناها بالأمس على الموقف البريطاني من مكافحة الإرهاب في المنطقة الغرب منذ العام 2014 أطلق ما أسمي التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وعندما أطلق هذا التحالف هذه المقولة لم نكن نحن في موقع القناعة بها ولم نكن في موقع تصديقها لأن محاربة الإرهاب نعود إلى القواعد التي نعتمدها في الاستراتيجية وفي العلوم العسكرية لا يمكن أن يكون هناك حرب على خطر إن لم يكن هناك خطة منسقة مع من يملك الأرض من يملك المعابر من يملك القدرة إذا جئنا إلى هذا المبدأ من يملك الأرض في العراق وسوريا؟ الحكومتين من يملك المعابر تركيا بشكل أساس شمالا والمحيط الغربي جنوبا المحيط الجنوبي والغربي جنوبا من يملك القوة؟ هم فجاءوا فاعتمدوا في محاربة الإرهاب عنصر واحد عنصر القوة وأنشأوا تحالف دولي في العنصرين الرئيسيين لم يتعاونوا مع من يملك الأرض لم يتعاونوا أو يضبطوا من يملك المعابر فكانت النتيجة بالنسبة لنا قولنا أنهم غير جادين ولذلك لم نقتنع يوما منذ العام 2014 حتى اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب فعلا أنشأت حالفا دوليا من أجل محاربة الإرهاب وقلنا أنهم أنشأوا حالف دولي لحماية الإرهاب ولذلك من يرجع للتاريخ يعرف جيدا كيف أن أمريكا ألقت بكثير من المساعدات لداعش سواء في بيكوباني أو في حتى أن هذه المساعدات التي ألقتها الطائرات الأمريكية صورت في كثير من الأحزان وبالتالي لم نكن على قناعة بذلك اليوم بعد أن عاجز الإرهابيون من تحقيق المشروع الغربي للمنطقة وهي تمزيقها تدميرها تشتيتها لإقامة نظام استعماري عليها عاجزوا خلص اليوم الإرهابيون قيد التصفية وفي سوريا الإرهابيون فشلوا في الحقيقة مشروعهم فبالتالي المشروع الغربي المستثمر بالإرهاب فشل اليوم الغرب وجد نفسه أمام حلين لإجابة على أي سؤالين على هذين السؤالين السؤال الأول هل نستغني عن الإرهاب كلياً وندفن من أوجدنا؟ هذا السؤال الأول الثاني كيف نحمي مصالحنا بعد الإرهابيين؟ الآن وربما السؤال الثاني هو السؤال الأهم بالنسبة لأرهاب طبعاً هني مع بعضون الآن في العراق أطلق الأمريكي فكرته كيف يحمي مصالحه؟ أصرع أنه خلال الـ 24 ساعة الماضي أنا أدعو المشاهدين الكرام أن يتوقفوا جيداً عند كلام وزير الدفاع الأمريكي الذي قال من 24 ساعة فقط بيقول لن نكرر خطأ لـ 2011 بالانسحاب من العراق فإذا قضي على داعش في العراق فسنبقى شو يعني عن بيقول أنه نحن جينا استثمرنا بداعش ما زبطت الحال بلنا نرجع نحن بالشكل الأساسي بوجودنا وهذا يعيدنا إلى ما كان عليه الحال في العام 2003 بالاحتلال ولكن هذه المرة ليس احتلالاً شاملاً بل احتلالاً جزئياً وهذا الكلام الذي قاله الأمريكي عن العراق سيقوله بعد فترة عن سوريا لأن في سوريا اليوم للأمريكيين ستقواعد على كل حال هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل سنتحدث عنه ولكن اسمح لي أن أتوقف الآن قبل ذلك مع نوين بعض الصحف العربية الصادرة هذه اليوم ومن ثم نعود لاستكمال الحوار أهلاً بكم مشاهدين إلى هذه الجولة ونستهلها من العراق مع صحيفة الصباح الجديد وفيها القوات المشتركة تحرروا نحو 60% من الجانب الأيمن لمدينة الموصل بعد تطهير عدة مناطق من جيوب داعش مقتلوا وإصابة العشرات من داعش بقصف مكثف للطيران العراقي إلى لبنان مع صحيفة الأخبار التي عنونت واشنطن ترث داعش في الرقة أيضاً في الأخبار نقرأ ضغوط دولية على عون اترك حزب الله إلى صحيفة الحياة ونختار من عنوينها الإرهاب يستهدف الديمقراطية البريطانية رجل داكن البشر ملتحن دهس بسيارته المشاتة على جسر وستمنستر وهاجم بساطور حراس البرلمان مؤتمر مكافحة داعش ناقش مناطق آمنة تيلرسون يرى دوراً للسعودية والإمارات ومصر في مواجهة التنظيم لبنان أمام استحقاق إدانة إيران في القمة العربية السيسي وعد الحريري باتصالات في شأن التهديدات الإسرائيلية من الصحف السورية نختار صحيفة الوطن ونقرأ فيها الرئيس الأسد يدعو الأحزاب العربية للعمل على مشروع قومي نهضوي استقبل وفداً من نواب الشعب التونسي الوفد السوري الدول المشغلة للإرهابيين تحاول تقويض فرص الحل التقى وفدي روسيا والصين ولفروف ندعم الحوار المباشر في جنيف 5 ميدانياً الجيش يقتل عشرات المهاجمين شرق دمشق ويبدأ هجوماً معاكساً في ريف حمى قطعوا طريق الإمداد بين درحافر والرقة والخارجية مجزرة مدرسة البادي اعتداء من التحالف على سيادتنا من صحيفة الوطن السورية إلى صحيفة الدستور الأردنية وفيها أربعة قتلى وعشرون جريحاً بهجوم إرهابي أمام البرلماني البريطاني تصفية المنفذ وانتشار كثيف للشرطة مقتلوا 150 مسلحاً في اليوم الرابع من معارك شرق دمشق مقتلوا 33 في غارة أمريكية على مدرسة برقة تؤوي أسراً نازحة أما الآن فننتقل إلى صحيفة عمان وجاء فيها تعنوضة بيتشرطة في البرلماني البريطاني وإطلاق النار على المهاجم إصابة في اقتحام سيارتين عدداً من المرة على جسر وستمينستر بلندن البنتاجون لا دلائل على سقوط ضحايا مدنيين بالرقة ختام هذه الجولة مشاهدين من الكويت مع صحيفة النهار هجوماً إرهابي استهدف البرلمان البريطاني إصابة 12 شخصاً على جسر وستمينستر والشرطة قتلات المنفذ إنزال أمريكي في الرقة لقطع طريق قوات النظام إلى هنا إذن نصل إلى ختام هذه الجولة ونعود الآن لمتابعة برنامج آخر طبعة سيادة العميد بالعودة إلى مجريات الأحداث في سوريا والأهداف الأمريكية طبعاً المتوخات من وجود قوات الأمريكية في سوريا هل ينجح أو سينجح الإزال الأمريكي على مشارف الرقة بقطع الطريق أمام القوات السورية الإنزال الأمريكي هو العمليات أو أحد العمليات الأولى لما يمكن أن أسمح لنفسي بتسميته بدء احتلال أمريكي لجزء من سوريا كما أن أمريكا تجهت وقالت صرحت أنها ستبقى في العراق حتى بعد القضاء على داعش فإن أمريكا التي فشلت منذ العام 2011 في الإطاحة بالدولة السورية وإسقاطها ونقلها إلى معسكرها وكما أنها فشلت وبات معلوماً هذا أمر مسلم به في خطة التقسيم الآن تريد أن تقود ما يسمى العمليات أو الخطة الوقائية من تشكل رفضاً لتشكل منطقة تحت عنوان شرق أوسط لأهله على أنقاض الجثة التي أصبحت رميماً الفكرة الأمريكية شرق أوسط أمريكي من أجل ذلك أمريكا تخشى أن تتماسك المنطقة من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان في منطقة قوية يقودها محور المقاومة وتشكل رقماً صعباً أساسياً ليس في الإقليم فقط بل ينفتح على المعادلة الدولية لأنها فشلت في الأولى السيطرة الشاملة ولأنها فشلت في الثانية التقسيم فهي لجأت إلى الخطة البديلة وتنفذها مباشرةً بقواتها لذلك هي في العراق قالت أنها ستبقى أما في سوريا فقد دخلت مباشرةً وبقواها قبل ترامب كان عدد الأمريكيين على الأرض السورية 500 قبل ترامب اليوم ترامب أتى إلى الحكم منذ شهرين فقط من 60 يوم أو 63 يوم في 63 يوم رفع العدد في سوريا من 500 إلى 2500 وهذا العدد يعمل على رفعه إلى أن يصل ما بين 6000 إلى 7000 خلال الشهرين أو خلال الشهر المقبل طيب ربما تكون هذه الأمور من ضرورات حقيقة لتنفيذ السياسة الأمريكية التي داء المتعلقة بمكافحة تنظيم داعش بجدية هي تريد أن تبدل المواقع مع داعش داعش فشلت في المشروع فحتى لا يأتي السوري والعراقي ويطهر أرضه من داعش ويطير المشروع نهائيا فإن أمريكا تأتي بقواتها لتستلم المواقع من داعش هذا الاستلام يبيح لها أو يتيح لها لاحقا يعني هلأ خطتها شو عم تعمل؟ تفضلت بذكر مسألة الإنزال الجو الإنزال الجو أين حصل؟ حصل في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة الطبقة أي في المنطقة التي تتحضر القوات العربية السورية بعد إنجاز الطوخ الذي به منعت القوات التركية من التمدد جنوبا هذه القوات تتحضر للانطلاق من الشمال الغربي ومن الجنوب الغربي باتجاه الطبقة أمريكا شو عملت؟ أمريكا نزلت عملت إنزال سمتوا أنه قصد مطعم ببعض القوى الأمريكية أما الحقيقة فهقد أنزلت في ثلاث قرى شمالي غربي الطبقة أنزلت خمسمائة عنصر يعني كتيبة كاملة من قوات المارينز وقطعوا الطرق لماذا؟ ليس على داعش داعش مش عم تجي عم تتمون من تدمر ولا عم تتمون من الشمال لأنه خلص قطعة الطريق السوريين قطعوا الطريق فوق هذه العملية العملية الأمريكية موجهة حصريا ومباشرة ضد الجيش العربي السوري حتى يقطع الطريق عليه للتمدد ولكن أمريكا حتى لا يصل إلى الطبقة أولا لأنه بين الطبقة والرقة في خمسين كيلومتر واللي بده يجي من الشمال الغربي أو من الغرب أفضل يجي على الطبقة بالأول ويرجع ينزل على الرقة وهكي الخطة العربية السورية الأمريكان عارفين شو عم يعملوا السوريين السوريين عملوا منذ تحرير حلب حتى الآن يعني من خلال ثلاثة شهر لليوم عملوا مناورة يتسجل لهم في الذكاء الاستراتيجي والعملاني على حد سواء حققوا أكبر وأعلى المنجزات الميدانية بأقل الجهود العسكرية واستطاعوا أن يصلوا كويرس بحزام سيطرة كامل من كويرس إلى الضفة الغربية للفراط شو عمل هالحاجز قطع الطريق على التركي هلأ اليوم الإرهابيين ما بقى إلهم بكل هالمنطقة إلا دائر حافر دائر حافر أصبحت تحت السيطرة النارية ومسألة أيام بس أهم شيء عملوا السوريين أنهم قطعوا الطريق على الأتراك من أن يتمددوا وعندما حاول أو كان هناك شبه اتفاق برعاية روسية أن يدخل السوريون إلى منبج كيف كانت ردة فعل الأمريكان مباشرة بسحر ساحر يأتي الأمريكيون بقوات المارنز بليلة ظلمة وتدخل إلى منبج لقطع الطريق على الجيش العربي السوري للدخول إلى منبج طيب ما دخل منبج اليوم إنما أخذوا خمس قرى جاء غرب منبج وأصبح التركي معزولا في الشمال الأمريكي اليوم بيعرف أنه بعد ما خلص السوري الطوق من كويرس إلى الضف الغربي للفراط سيتمدد من الشمال إلى الجنوب باتجاه الطبقة من أجل أن يقطع الطريق عليه بظنه هو عم يقول أنه بده يقطع الطريق حتى يقطع الطريق أجرى إنزالا مزدوجا هذا الإنزال فيه قوات مشاة المارنز ودعم بالمدفعية ودعم بالطيران وقالوا أنه قصد هذه المهمة أساسها قطع الطريق على السوريين لكن هل أن الأمريكيين سينجحوا في مسعاهم؟ أنا أشك طيب سيد العميد ألا تعتقد بوجود اتفاق أو ربما توزيع أدوار ما بين الروسي والأمريكي فيما يتعلق بالرقة ومنبج؟ أنا لا أعتقد هذا أعتقد أن الروسي يعتمد سياسة المرونة في التعامل مع الأمريكي المانعة للاستضان ولذلك منذ أن دخل الأمريكي والروسي إلى الأجواء السورية وإلى الميدان السوري ساد بينهما ما نسميه التنصيق السلبي تعرف بالقوى العسكرية في نوعين من التنصيق في التنصيق السلبي الذي يجعل قوتين عسكريتين تعملان في الميدان تتحاشيان الاستضان هذا تنصيق سلبي يمنع الاستضان وفي التنصيق الإيجابي هو عندما يكون هناك قوتين عسكريتين في الميدان تتكاملان وتتوزعان الأدوار وتعملان من أجل هدف واحد الروسي والأمريكي حتى الآن لم يستطع أن يصل إلى التنصيق الإيجابي لتكامل في الأدوار وتوزيع في الأدوار ما وصلوا لأن الخطة الأمريكية شيء والأهداف الأمريكية شيء والأهداف الروسية شيء آخر في الروسية لذلك لا يمكن أن يتفق على هدف واحد حتى هذه اللحظة الروسي يريد قتال الإرهاب والأمريكي يريد الاستثمار بالإرهاب لذلك الناظم للعلاقة بين الروسي والأمريكي في سوريا هو التنصيق السلبي المانع للصدام لذلك عندما تجد الروسي أنه ينكف قليلا من الميدان هذا ليس نتيجة اتفاق مع الأمريكي ليتركه يعمل لا هذا تحاشيا للاصطدام معه ولكن يكون الرد الروسي عنيفا في مكان آخر يفهم الأمريكي بأنه لن يسمح له بالتمدد بعطيك مطل حصل بالـ 24 ساعة الأخيرة الكل اللي بيعرفوا أنه الروسي منذ أن انطلقت أعمال أستانا من 1 إلى 2 إلى 3 ويحاول أن يضبط حركته العسكرية إلى الحد الأقصى حتى تكاد طائراته لا تخرج إلى السماء مبارح لما صار الإنزال بشمال غرب الطبقة شو عمل الروسي؟ ألقى بكل ثقله في العملية الدفاعية في منطقة حلب من الساعة 3 إلى الساعة 7 مبارح بعد الظهر حلب أو حما؟ حما عفوا في حما بتعرف أنه بحما الأرقام مختلفة يعني بقولوا أنه صار فيه هجوم من 4 إلى 5 تلاف في منهم بقولوا 6 تلاف فيه أرام بواسطة إلى 9 تلاف وفي هذا الهجوم الذي قادته ونظمته وأدارته تركيا تركيا التي عزلت وحيدت في الشمال أرادت أن ترد على عزلها بعمل في الغرب ردت بجبهتين الجبهة التي حركتها في جوبر والجبهة التي حركتها في حما 2 تون بإدارة وقيادة تركية فأكثر كل هذه الفصائل الموجودة هناك هي تحت إمرة تركية بعضها تحت إمرة تركية وبعضها متحالف يعني للغريب أنه في هجوم حما سواء على سوران أو خطاب أو قمحانة عملت داعش والنصرة مع بعضهم يعني بمين عمل لهم هالتنصيق التركي وجمعوا من القوى الأرقى ملتلك من هون أربعة خمسة ومنهم بصل للتسعة خلينا ناخد متوسط 6000 جمعت لهم تركيا 6000 من أجل أن ترسل رسالة إلى جنب تقول أنها قوية حاضرة في الميدان كما أنها حاضرة في الميدان الديمشقي بحجوم جوبة توجه رسالة للأمريكان والروس للأمريكان والروس نعم هي أصلا بأستانة ثلاثة تعرف أنه عرقلت أستانة ثلاثة لأنه ما في شيء بإيدها بعد ما عزلت في الشمال عرقلت وأوحت للفصائل بأن لا يشاركوا الأمر ذاته في جنيف بس بطريقة أخرى تريد أن تقتنس ورقة ميدانية فحركت جبهتين معا الجبهتين الهلأ الديرين وبهذا العنف هو بقيادتين تركية وبالتالي الروسي في مقابل ذلك رغم كل الكلام والغزل القائم بين التركي والروسي في اللقاءات بس شو عملت الروسي مبارح الساعة الثلاثة أعنف قصف جوي شاهدته سوريا خلال شهر حصل مبارح عن طريق الطيران الروسي لمواجهة هذا الهجوم وفشل الهجوم صحيح استطاعوا أن يلامسوا خطاب وصوران وبيئوا بإبعاد حوالي 80 متر إلى كيلومتر عن قمحانة بس 70% من المواقع التي دخلوها استعادة الجيش العربي السوري جيد طيب شيد العميد على كل حال للحديث تتم سنتحدث أيضا في نقطة حتى أقفل هذه ينبغي أن أركز عليها هو دور الأمريكي الذي يريد أن يقططع المنطقة أن يكون له وجود في المنطقة من الموصل إلى الأنبار إلى دير الزور إلى الرقة إلى منبج من أجل فصل محور المقاومة شرقه عن غربي هذه الاستراتيجية الأمريكية اليوم هيك ويعمل الأمريكي بقواته المباشرة ما عاش من التكل على حدا يتخذ بعض الأقنعة ولكن يعمل بقواته المباشرة وهو يحضر لاستلام السيطرة بعد فش الاعتمادية على تنظيم داعش كما قلت في بداية الحديث ويحضر لاستلام هذه المنطقة قوى عسكرية ستصل في العراق من تسعة إلى عشرة ألاف اليوم منها ستة ألاف موجود بعد بعد ثلاثة وفي سوريا يحضر لتصل القوى من سبعة ألاف إلى تسعة ألاف اليوم موجود منها ألفان وخمسمائة جيد على كل حال سنتحدث أيضا عن مصير التسوية السياسية مصير المفاوضات في ظل هذه التطورات الميدانية المتسارعة وأيضا مصير أستانة الذي يعني هناك تعويل عليه في الحقيقة لإرساء قواعد أساسية ومتينة لأي مفاوضات سياسية مقبلة كما سنتحدث بعض الفاصل سيادة العميد عن مجرية الحداث والتطورات الميدانية أيضا في الموصل المشاهدين الكرام فاصل ونوصل لكم من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام وأجدد الترحيب بالعميد المتقعد والخبير العسكري والاستراتيجي دكتور أمين نحطيط الذي يرفقنا في هذه الحلقة من آخر طبع لكن قبل استكمال الحوار نتوقف مع فقرة الحدث لهذا اليوم الأخبار اللبنانية الأمريكيون يريثون عاصمة الخلافة مصدر قيادي في قوات سوريا الديمقراطية أوضح في حديثه إلى الصحيفة أن 300 عنصر من القوات الأمريكية وقصد نفذوا فجر أمس إنزالا جويا في ثلاث قرى جنوب نهر الفورات بهدف السيطرات على مدينة الطبقة وأضاف أن الإنزال الجوي دعم بعناصر إضافية نقل عبر زوارق من قلعة جعبر باتجاه الضفة الجنوبية وكشف المصدر أن القوات تحركت على متن مروحيات منصرين في أقصر في حلب الشرقي والمحمودلي في ريف الرقة ونجحت في تنفيذ إنزال وتثبيت نقاط لها على طريق الرقة حلب في منطقة الكريم التي تضم محمية الغزلان الطبيعية ولا فتا إلا أن الحضور الأمريكي في خلال العملية كان الأقوى منذ بدء عمليات التحالف في سوريا على صعيد الجنود المشاركين والآليات والمدفعية التي دخلت المعارك للمرة الأولى وبينما ترفقت العملية مع استمرار محاولات القصد للسيطرة على بلدة الكرامة على مسافة 18 كم شرق الرقة ضمن سعيها إلى تطويق كامل المدينة أكد مصدر الميداني مقرب من قصد أن التحرك الأمريكي جاء لإعطاء رسالة بأن كامل جغرافيا محافظة الرقة منطقة نفوذ أمريكية ولحصر مهمة السيطرة على الرقة بالقوات المدعومة من جانبهم الحياة مؤتمر مكافحة داعش يناقش مناطق آمنة خرج مؤتمر عقده التحالف الدولي لمهاربة تنظيم داعش وهو الأول بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوصيات ونقاط تعيد بتكثيف الجهود الميدانية والسياسية والمالية لمكافحة التنظيم وناقش المجتمعون أفكارا بينها إقامة مناطق آمنة لاستيعاب اللاجئين وتنسيق جهود أعادة الأعمار في العراق بعد تحرير الموصل وقال الناطق في مكتب الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية ناثان تاك للصحيفة أن تضافر الجهود الدولية هو الهدف الأساسي من المؤتمر وأضاف أن العمل جرى على أكثر من زاوية بينها التقدم في الميدان العسكري ومنع تضفق المواطنين الأجانب ووقف تمويل داعش ويسئل عن الفارق بين استراتيجيات ترامب وأوباما في الحرب فأجاب أن هناك خطة جديدة للرئيس ترامب عملت عليها مختلف الوزارات الأمريكية فيما تبقى التفاصيل السرية إنما استخدموا كل الأدوات المتاحة ضد التنظيم مطروح على الطاولة وتوقعت أكثيف الجهود في هذا الصدد وتطرق إلى فكرة المناطق الآمنة قائلا للصحيفة إن الاستراتيجية ما زالت تتخذ شكلها ولابد من وضع خطط ملموسة لعودة اللاجئين إلى بلدانهم وتابع أن المحادثات مستمرة مع الشركاء الإقليمين والدوليين في شأن الاستراتيجية ومكوناتها وأكدت مصادر ديبلوماسية إقليمية للصحيفة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي هيربرت ماكماستر ناقش مع جووش أوغلو موضوع المناطق الآمنة ومعركة الرقة طبعا سيادة العميد كما تبعنا سحيفة الأخبار تحدثت في نفس الاتجاه الذي تحدثت فيه عن الأهداف الأمريكية من التواجد أيضا في محيط الرقة وأيضا ثم فيما بعد الدخول إلى الرقة لكن السؤال الذي أود طرحه حقيقة فيما يتعلق بالمجموعات المسلحة المتواجدة في القابون وفي جوبر هذا الهجوم الذي حصل طبعا شاركت فيه النصرة شاركت فيه أيضا فصائل أخرى كانت موافقة ومشاركة في الاجتماعات أستانا التي حصلت هل هذا الأمر يشير إلى أن الموضوع ترك للحسم العسكري لم يعد هناك إمكانية للتوصل إلى تسوية سياسية خاصة بعد مشاركة هذه الفصائل التي شاركت على عملية وقف اطلاق النار في السابق وكأنها يعني ألان تنقض هذا الاتفاق يعني تفضلت بترحي موضوع شائك وفيه نوع من الغموض والشبهة ودعني لو سمحت فقط هنا أوضح مسألة جوبر والقابون ولماذا يتم التعامل معها بالشكل الذي حصل في سوريا لتطهير الأرض مثلا أو استراتيجيتان استراتيجية الحسم العسكري والتطهير وهذا ما يحصل على أكثر من جبهة وحصل ونجح واستراتيجية المصالحات عندما يكون هناك الحح ميداني ومادي وديمغرافي اعتمدت سوريا في محيط دمشق لاعتبارات معقدة ومتعددة منطق المصالحات أولا ونجحت في ذلك نجاحا كبيرا من الحجر الأسود إلى المعظمية إلى دارية إلى الزبداني إلى 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 وكانت في منطقة جوبر والقابون قد خطت خطوات لبأس بها في هذا الاتجاه لماذا؟ لأنها تريد أن تستعيد الأمن لكامل العاصمة من غير أن تحمل المواطن السوري سواء في المنطقة التي يسيطر عليها الإرهابيون أو في المناطق المحررة دون أن تعرضه للخطر أو للخسائر أو أن تلحق دمارا هذه هي الاستراتيجية يعني هوني بحب جاوب كثير من الأصدقاء السوريين وغير السوريين بيسألوا أنه لش تأخر الحسم العسكري في جوبر هذا هو السبب طالما أن هناك فرصة لنجاح المصالحة في المنطقة فإن الحكومة السورية تعطي الفرصة كل حظوظة لكن عندما دخل التركي على الخط واستعمل الفصائل التي هو أخذها إلى أستانا يعني في أربع فصائل هو أخذها إلى أستانا ووقعت اتفاق وقف عملية القتالية لكن عندما انحشر أو أحرج التركي في المصار ووجد نفسه في غير الموقع الذي كان يشتهيه أو يتمنى سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات رأى أن تضخيم ورقته في المسألة لن يكون إلا في الميدان فأوعز لهذه الفصائل التي كان بعضها وقع على وقف عملية القتال بأن تعمل مع جبهة النصرة كتفا بكتف ويدا بيد من أجل تحقيق خرق في الشام لماذا اختار الشام دمشق بذاتها لأنه يريد أن يختار هدفا من الفئة الأولى ودمشق هي مركز الثقل النوعي الاستراتيجي الأول في الدولة وأي عمل يتم فيها قد يحسب في وزنه عشر أضعاف عمل آخر في مكان آخر لذلك تم اختيار دمشق واختار الفصائل التركي برجع بقول اختار الفصائل التي هو أخذها إلى أستاذة الآن الجيش العربي السوري مقابل هذا الوضع لعب لعبة ذكية حقيقة يهنأ القائد الميداني والقائد الاستراتيجي عليها لعب متدرجي في المناورة الدفاعية حيث أنه احتوى الهجوم فيما نسميه قواعد الدفاع الثابت ثم انقلب إلى الدفاع المتحرك فغير طبيعة المناورة واقتاد المسلحين إلى مناطق تقتيل خارج أوكارهم مناطق التقتيل هذه مكنت الجيش العربي السوري من إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في هؤلاء المسلحين بشكل حرمهم من أن يعودوا أو يعيدوا الكرة بشكل يهدد العاصمة ثم في المرحلة الثالثة في المرحلة الثالثة فإذا كان عندك دفاع ثابت للإحتواء دفاع متحرك للإجهاز على القدرات ثم في المرحلة الثالثة قاد هجوما معاكسا حرك خطوط التماس التي كانت قائمة ضد مصلحة المسلحين هذا الواقع الجديد سيمكن الجيش العربي السوري من العودة إلى فكرة المصالحات بس اليوم في ضغط أكثر وإن فشلت المصالحات يعود إلى الميدان عميد لابد من التحدث في أدقائك القليلة المتبقية عن الوضع طبعا في الموصل كل المؤشرات تدل على أن معركة الساحل الأيمن دي الموصل بدت طبعا من نهايتها طبعا المعركة صعبة في الحقيقة يعني حتى الآن المؤشرات تدل على أن هذه المعركة إلى الآن هي معركة صعبة هناك اختلاف في التوقيت لدى بعض المراقبين والمحللين هل سنشهد نهاية لهذه المعركة بوقت قريب أم ربما ستأخذ وقتا طويلا يعني أنا حقيقة سئلته منذ شهر تقريبا أي توقيت تضعه للموصل لكنه عم يقوله بعد أسبوع أو عشر أيام قلت له معركة الموصل لن تنتهي أنا قلتها الكلام قبل شهر قلت معركة الموصل لن تنتهي قبل شهر ونص إلى شهرين يعني قبل بداية معركة الساحل الأيمن ورح منهم شهر قد يتبقى شهر مع أنه بحب بشر أنا ما بحب نفر وبحب البشرة للناس مش التنفير للناس بس هده حقيقة فاليوم حسرت المسألة في الموصل القديمة المشكلة في الموصل القديمة أن هناك مدينة فوق الأرض ومدينة تحت الأرض لأنه تعرف أن العراقيين يلجأون هربا من الحر إلى حفر الدهاليز أو السرديب هذه السرديب أو الدهاليز استفاد منها الإرهابيون ووصلوا بعضها ببعض وهي أصلا معدة هذه الدهاليز للحياة تحت الأرض هربا من الحر المسلحون فيه ثلاث أرقام عم يدولوا عجمهم وأهميتهم أقل رأم بيقول أنه بعد فيه ألفين مسلح في الموصل القديمة حيث المدينة تحت الأرض وفيه رأم عم يوصل للأربعة آلاف الجيش العراقي ليس من مصلحته الإسراع في الإنجاز في الإنجاز على هؤلاء وأن يتحمل خسائر فادحة في مقابل ذلك هو مصلحته أن يعمد إلى استراتيجية القدم المتدرج البطيء استراتيجية القدم المتدرج البطيء لعدد من المسلحين متوسط وثلاث تلاف وفي مساحة وجغرافية كالتي تحصل تستلزم بين ثلاث أسابيع وأربعة أسابيع طيب عميد أيضا فيما يتعلق بموضوع الذي أثير في الأمس وقبل أمس فيما يتعلق بحقوق لبنان النفطية هذا الأمر خاصة تصريحات لبنانية فيما يتعلق بهذا الأمر وتمسك لبنان بحقوقه النفطية أثار امتعاض إسرائيل السؤال الذي يطرح الآن إلى أي حد قد تذهب إسرائيل حقيقة في منع لبنان من الحصول على حقوقه النفطية خاصة في بعض البلوكات النفطية التي تستغلها إسرائيل وتحاول السيطرة عليه أصلا السؤال هوني ليش إسرائيل حركت هالملف اليوم ليش هلأ السبب أنه أربع أسواب حركت إسرائيل هيدا الملف أولا بدأت تستفيد من الدعم ترامب لإله تانيا بدأت تستفيد هي برأيه من انشغال المقاومة في سوريا أنه يمكن يتدخل لبنان الرسمي مش قادر لأنه لا يملك الخدرات لا يمنعني في البحر ولبنان المقاوم مشغول بسوريا المسألة الثالثة بدأت تستغل ما يثار في لبنان من بعض الضبابة حول حق المقاومة في أن تتصده والمسألة الرابعة والأهم برأيي أنا أنه إسرائيل دعت الشركات الدولية حتى تستثمر وتنقب عندها تلبتها ثلاث شركات لبنان دعت الشركات الدولية لبيها أربعين شركة فبالتالي تريد إسرائيل أن تخلق جوا من الحذر من القلق حتى تهرب الشركات الأجنبية من لبنان إلى إسرائيل أو يتساول جميع في التعطيل الجواب هنا للبنان حق في مثلث مسيحة 850 كم مربع هذا الحق لن يتنازل عنه لبنان فإذا حاولت إسرائيل أن تعطل عمل لبنان في التنقيب فإن للبنان الحق في أن يتجه اتجاهين الاتجاه القانوني باتجاه الأمم المتحدة وما يطلع منه شيء والاتجاه الميداني وهو عمل المقاومة والمقاومة هوني مش رح تستأذن حدا فبالتالي الذي تهول به إسرائيل لن يحصل في الميدان والذي يخشى أن إسرائيل ستقدم على حرب من أجل هذا الموضوع أنا بقول له لو كانت إسرائيل كانت قادرة على الحرب ما نطرت لليوم لذلك الذي يجري الآن هدفه تهريب الشركات الأجنبية ومنع لبنان أو الضغط على لبنان من أجل أن يبحث الملف عبر الأمريكيين الذين يوالون إسرائيل لذلك أنا أعتقد هذا الأمر لن يكون كما تشتهي إسرائيل طالما أن في لبنان قوة مقاومة قادرة على حماية حقوقه وكل ذلك هو رهن المستقبل الذي لنا وليس علينا شكرا جزيلا لك سيادة العميد المتقعد الخبير العسكري والاستراتيجي يا دكتور أمين أحطيط على هذه المشاركة معنا شكرا لكم وطبعا شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة